اشتركوا في القناة ويضاعف لهم به الأجور ويرفع الدرجات واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطايا وجزيل الهبات واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المخلوقات أتقى الناس لربه وأخشاهم له في جميع الحالات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماوات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله اتقوا الله ربكم واعلموا ما لله من الحكمة البالغة في تعاقب الشهور والأعوام وتوالي الليالي والأيام فإن الله تبارك وتعالى جعل الليل والنهار خزائن للأعمال ومراحل للآجال يعمرها الناس بما يعملون من خير وشر إلى منتهى آجالهم إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يُدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا إنما الربح والخسران في العمل أحبتي في الله وقفة محاسبة بين يدي عامٍ هجريٍ جديد ذهب رمضان وذهب عيد الفطر وذهبت العشر الأوائل من ذي الحجة وذهب عيد الأضحاء وها نحن في الساعات الأخيرة من هذا العام لنستقبل عامًا جديدًا ولنفتح صفحةً جديدةً من صفحات العمر مضت هذه السنة بما فيها من أفراحٍ وأتراح وآلامٍ وأحزان ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر وولد فيها من ولد ورحل فيها من رحل وانطوَت صفحةٌ من صفحات العمر ولا ندري عما طويناها هل ملأناها بأعمال الخير والبر أم سوَّدناها بسوء أعمالنا ولله سبحانه وتعالى في خلقه وفي كونه شؤون فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى يُقلِّب الليل والنهار ويُجِد سبحانه وتعالى هذه الأيام لتكون مدمارًا وبابًا من أبواب الخير ليتنافس الناس فيها في شتى الأعمال فالعاقل اللبيب عباد الله الذي يقف في هذا اليوم وقفة محاسبة يصدق فيها مع نفسه كما كان يفعل أسلافنا رضوان الله عليهم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزنوا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إخوة الإسلام والإيمان اليوم حسابٌ وعمل وغداً حسابٌ ولا عمل أيها الغادي قف لحظةً وتفكر من أنت؟ وإلى أين المصير؟ أراحلٌ أنت أم مقيم؟ وإذا كنت ولابدَّ راحلاً فإلى أين؟ أَإِلَى نَارٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ؟ أَمْ إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَاضِينَ؟ الحياة بغير الله سراب كان الواحد من أسلافنا رضوان الله عليهم يحاسب نفسه محاسبةً شديدة أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه وما ذلك عباد الله لأنهم أدركوا معنى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون وأدركوا قوله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتةً وأنتم لا تنصرون أدركوا معاني هذه الآيات وعملوا لهذه الساعات وجدوا واجتهدوا في أعمال الخير والبر وجعلوا هذه الدنيا قنطرةً للآخرة كما قال إيسى عليه السلام من ذا الذي يبني على أمواج البحار دارا تلكم الدنيا فلا تجعلوها قرارا هكذا يقول إيسى عليه السلام عن الدنيا من ذا الذي يبني على أمواج البحار دارا تلكم الدنيا فلا تجعلوها قرارا من الناس من يعادي لأجل الدنيا ومن يوالي لأجل الدنيا ومن يخسر أبناءه لأجل الدنيا ومن يخسر أهل بيته لأجل الدنيا ومن يخسر إخوانه لأجل الدنيا فهل أدركت هذه الحقيقة أيها الأخو المسلم هل أدركت هذه المعاني التي أدركها أسلافنا رضوان الله عليهم ونحن نستقبل عاما من أعوام العمر وسنة جديدة من سنوات الزمان وهكذا يمر الزمان عباد الله وتمضي الأيام وتجري هذه السنين من عمر الإنسان ولا يدرك حقيقة هذه الدنيا إلا إذا عاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين يوم تحق الحقائق عندها يندم ولا تحين مندم ويقول يا ليتني فهل ينفأ حينئذ الندم عباد الله هل وقفت مع نفسك أيها الأخ الكريم وقفة صادقة لتنظر في عباداتك وطاعاتك أين أنت عباد الله أين أنت أيها الأخ المسلم أين أنت عبد الله من صلاتك التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليك هل أديتها بشروطها وأركانها وواجباتها وأتبعتها بالسنن والنوافل أين نحن من زكاة أموالنا هل أديناها للفقراء والمساكين والمستحقين لهذه الزكاة أم حصل البخل والشح في قلوب كثير من الناس حتى أنه لا يفكر أن عليه زكاة هل قمت يا عبد الله بأداء هذا الركن العظيم الذي ختم العام به ألا وهو ركن الحج الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة أدائه أنه يكون سببا في تكفير السيئات وتوسعة الأرزاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة هل أدركت هذا المعنى أيها الأخ الكريم ونحن نرى في كل عام من الأعوام من المعوقات ما تجعل المسلم يوما من الأيام يحال بينه وبين الذهاب إلى تلك البقاع لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن لا تحجوا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الكعبة في آخر الزمان ستنقض حجرا حجرا ولا يوجد على ظهر الأرض من يقول الله وحينئذ تقوم الساعة على شرار الأرض فهل هيئت نفسك أيها الأخ الكريم من هذه اللحظة كما يفعل كثير من المحبين المخلصين لأداء هذه الفريضة أن تؤدي هذه الفريضة قبل أن يحال بينك وبين البيت قبل أن يحال بينك وبين تلك البقاع الطيبة المباركة هل قمت بمحاسبة نفسك ونظرت أين أنت من القرآن الكريم ونحن قد هجرنا القرآن تلاوةً وتدبُّرًا وهجرناه تطبيقًا وتحكيمًا أين أنت من قرآنك أيها الأخ الكريم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقرأ ورده من القرآن بالليل فيظل يرتعد ويخاف حتى أنه يمكث في البيت أيامًا يظن الناس أنه مريض وليس فيه مرض إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى لأنه يحاسب نفسه عندما يقرأ كتاب الله عز وجل وقرأ في يومٍ من الأيام سورة الطور حتى وصل إلى قوله سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع فمرض رضي الله عنه وأرضاه أيامًا جاء الناس ليعودونه لماذا يا عباد الله لأنها المحاسبة الصادقة للنفس وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يحاسب نفسه محاسبةً شديدة حتى أنه كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وكان يبكي بكاءً شديدة حتى أنه كان يقول ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وكان يقول والله وددت لو أني شجرةً تُعضض ثم تُأكل تأمل وانظر يا أخ الإسلام كيف كان هؤلاء الصحب الكرام يحاسبون أنفسهم هذه المحاسبة الدقيقة وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقف على شفير القبر فيبكي بكاءً شديدًا حتى تتبلل لحيته من شدة البكاء وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبكي كذلك عندما يقف مع نفسه وقفات للمحاسبة وكان يقول إني أخاف من إثنتين من طول الأمل انظر من طول الأمل الذي يكون سبباً في أن كثيرًا من الناس يظن أنه سيعمر في هذه الحياة يخاف من هذه أي يخاف من طول الأمل ويخاف من الغرور كان يخاف على نفسه فكان عندما يجلس مع نفسه كان يبكي بكاءً شديدًا وكان يقول ميمون بن مهران رحمه الله لا يكون الرجل تقيًا حتى تكون محاسبته لنفسه أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه قال لماذا؟ لأن النفس حالها كحال الشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك نعم لو كان لك شريك في مالٍ من الأموال أو تجارة من التجارات إن لم تقف معه وتحاسبه فإنه سيذهب بمالك فكذلك النفس إن لم تحاسبها فإنها تذهب وتضيع حينئذ كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل فهذه وقفة محاسبة يا عباد الله ونحن نستقبل عامًا هجريًا جديدًا لا مجال لأحدٍ من الناس أن يجعل هذا كالعيد فيهني أخاه بذلك وهذا ليس مشروعًا أو أنه يصنع ما يصنعه بعض الناس من الحفلات والسرادقات وغير ذلك وليس هذا من السنة في شيء ولم يفعل هذا أسلافنا رضوان الله عليهم في أنهم كانوا إذا استقبلوا العام الهجري يهنئ بعضهم بعضًا أو أنهم يقيمون الاحتفالات أو السرادقات أو غير ذلك وإنما كانوا يجعلون آخر العام بدايةً لأن يستقبل الواحد منهم عامًا جديدًا وانظر وتأمل حكمة الله عز وجل في أن يجعل بداية العام الهجري ونهايته شهرًا حرامًا فالأشهر الحرم أربع عباد الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافةً كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الأربعة الحرم ثلاثة متتابعة وي شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر الله المحرم وشهر منفرد وهو شهر رجب ها نحن في نهاية الساعات الأخيرة من شهر ذو القعدة والذي أدى فيه المسلمون فريضةً من أعظم الفرائض التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى ألا وهي فريضة الحج لتكون نهاية عام شهرًا حرامًا كما أن بداية العام شهرًا حرامًا ألا وهو شهر الله المحرم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضله بقوله أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل فهيا عبد الله هيئ نفسك للصيام وأنت تستقبل شهر الله المحرم لسيما وأنك في فصل الشتاء الذي يطول ليله ويقصر نهاره كما قال أحد السلف الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقام وقصر نهاره فصام صيام يومٍ واحد يا عبد الله من أيام شهر المحرم أو من هذه الأيام المباركات يكون سببًا في مباعدة النار عن وجهك سبعين خريفًا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوماً في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه سبعين خريفًا أي سبعين عامًا فكيف بصيام يومي الاثنين والخميس فكيف بصيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي تسمى بالأيام البيض كيف لو صمت يوماً وأفطرت يوم وهذا هو صيام نبي الله داود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أفضل الصيام صيام نبي الله داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً لا سيماً للشباب الذين لا يجدون ما يسدُّ به حاجة الزواج دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحصنوا أنفسهم بالصيام كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية فعظموا حرمات الله عباد الله وقوموا بمحاسبة أنفسكم في هذه اللحظات لتستقبلوا عاماً جديداً تملؤونه بالخير والبركات قل لنفسك يا عبد الله قصرت في خدمة الدين فيما مضى في هذا العام فها هي الأيام ستأتي سأقدم ما أملك أن أقدمه وسع استطاعتك وطاقتك يا عبد الله لأن خدمة الدين عباد الله ليست منوطةً بفئةٍ من الناس وإنما خدمة الدين عباد الله من أجل القربات وأفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى وهي في عنق كل مسلم كل واحد على حسب قدرته واستطاعته يخدم دين الله سبحانه وتعالى قل لنفسك يا عبد الله يا من قصرت في قيامك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سأجعل هذا العام حافلاً بالدعوة إلى الله حافلاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه الغير وذلك من خلال منهجٍ نبويٍ صحيح يحمل معنى الرحمة والرفق في التوجيه كما كان هذا حال النبي صلى الله عليه وآهل وسلم وهكذا تمضي حياة الإنسان عباد الله ليمضي يوم ليستقبل يوماً آخر والسعيد الموفق الذي يغتنم ساعات العمر ويعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى السعيد الموفق الذي يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وغداً ستوفى كل نفسٍ ما كسبت وسيحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا فقد أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرًا بصيرًا وتبارك الذي جعل في السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا إخوة الإسلام والإيمان هذه الساعات المتبقيات في هذا العام مدعاتٌ لنا جميعًا أن يخلو الواحد منا بنفسه وما أحوجنا والله إلى هذه الساعات وما أحوجنا إلى هذه اللحظات فإن لم تحاسب نفسك يوميًا أيها الأخ المسلم فلا أقل من أن تحاسبها أسبوعية إن لم تتمكن من محاسبة النفس أسبوعية فلا أقل من أن تكون المحاسبة شهرية إن لم تستطع فلا أقل من أن تكون مرةً في العام أن تجلس مع نفسك وقفة للمحاسبة كما قال أحد الصالحين على العبد أن يعلم أن الواحد منا في صباحه ينبغي أن يشارط نفسه قبل أن تخرج من بيتك ينبغي عليك أن تشترط بينك وبين نفسك بأمور قال وذلك على سبيل التوصية أن توصي نفسك أفعل كذا ولا أفعل كذا قال فإنه ينبغي أيضًا أن يحاسبها في نهاية اليوم أيضًا وذلك من خلال محاسبة دقيقة فعلت وفعل فأن وفق العبد لطاعة من الطاعات قال يمضي ويحمد الله عز وجل على ذلك فهذا من توفيق الله جل وعلا له وإن وقع في معصية من المعاصي فقال عليه أن يتوب وأن يستدرك ما فات لأن هذا هو السبيل لإصلاح النفس بهذه اللحظات هذا هو السبيل كم من واحدٍ من عباد الله يترك نفسه هكذا ولا يجلس مع نفسه حتى ولو لمجرد لحظة من اللحظات يقول أين أنا من عباداتي؟ أين أنا من طاعاتي؟ أين أنا من قرباتي؟ أين أنا من قرآني؟ أين أنا من كذا وكذا وكذا؟ وتكون هذه سببًا في إصلاح النفس كما كان يفعل السلف رضوان الله عليهم من أعظم فوائد المحاسبة أن تجعل الإنسان يرتقي في كل يوم إلى الأفضل وإلى الأحسن والمسلم عباد الله له شأنٌ وللناس شأنٌ آخر لا ينبغي للإنسان أن يترك نفسه هكذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أحب أن أجد أحدكم سبهللة لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة ينبغي للمسلم أن يكون له دورٌ في هذه الحياة وأن يكون له عمل واعلم أن لكل لحظة من لحظات العمر وظيفة وأن لكل ساعة من ساعات اليوم عملٌ يقوم به المسلم فينبغي عليك أن تعمل قدر استطاعتك أيها الأخ الكريم وأن تجعل رائدك قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هو الموت لذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت كأنهم فيه شكون ثمهم لا يعملون له فلو تيقننا أننا سنرحل عن هذه الحياة فلا بد للمسلم أن يجد وأن يستهد في طاعة الله وأن يوظف هذه الساعات في كل طاعة من الطاعات وقربةٍ من القربات محاسبةٌ للنفس قبل العمل ومحاسبةٌ للنفس بعد العمل ومحاسبةٌ للنفس أثناء العمل حينئذٍ يمضي الإنسان حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى إما أن يكون من الراضين عنه أو أن يكون من الصاخطين عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لأن نكون صادقين في هذا اليوم لأن يقف كل واحدٍ منا وقفة محاسبة مع نفسه لتكون سبباً في استقبال عامٍ جديدٍ من أعوام العمر لنملأه بكل طاعة من الطاعات وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل معصيةٍ من المعاصي ولا ينبغي لنا أن نحتقر معصيةً من المعاصي بل ينبغي على العبد أن يستعظم هذه المعاصي التي ينظر إليها بعض الناس وللأسف الشديد كأنها كما قال أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أرضاه قال مثل المنافق أينظر إلى ذنبه كأنه ذباب على أنفه فيقول بها هكذا أما المؤمن الصادق فإنه ينظر إلى ذنبه ومعصيته كأنها تحت أصل جبلٍ يخاف أن يخر عليه فاللهم أصلح فساد قلوبنا واسلُل سخيمة صدورنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبِّت حجتنا وأجب دعوتنا اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سبباً لمن اهتدى نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وإقالة العثرات وحب المساكين اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سبباً لمن اهتدى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اكتب الشفاء العاجل لجميع مرضى المسلمين اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين واغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اغفر لهم وارحمهم عافهم وعفو عنهم اكرم نزلهم